موسيقى 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 السلام عليكم اهلي فيكم فيديو جديد طبعا اليوم رح نتكلم معكم عن 3D Touch أبل نزل 3D Touch من iPhone 6S 3D Touch ميزاتها قوية يعني اللي عارفها ما رح أصلا نسترني عنها للضغط المطول هنا مثل ما نشوف أو لما كان تعال لك يومك حتى في الواتساب في الانستجرام في الابستور في التويتر في الرسائل في الإيميل حركة حلوة وسريعة مشكلة أبل أن في الـ iOS 13 نسخة الأولى وكنسلتها وهذا الدليل أن الـ iPhone الجريد يمكن أن تكنسل كامل نفس الـ iPhone 10R والردي لا يوجد القطعة لكن على الـ iOS 13 يشتغلونها كسوفتوير في الـ iOS 13 نسخة الأولى النسخة الأولى النسخة الأولى النسخة الأولى النسخة التجربية الثانية قالت أنها رجعت لكن للأسف ما رجعت أبل بس ضبطتها لدرجة أن تخليها تقول رجعت وهي الأصل المرجعت رح نعلمكم كيف عرفنا أنها مرجعت لـ 3 Touch كبداية 3 Touch لو تضغط مثل ما تقول تضغط وتترك إيدك هنا ما تقدر مثل ما نشوف يعني تضغط خلاص يطلع لك الخيارات كلها هذه الحركة هذه ما هي 3 Touch مثل ما نشوف لو نفتح جوال في 3 Touch مثل ما نشوف هنا تقدر تضغط وتترك إيدك يعني في مسافة إنك لو تضغط بإيدك مثل ما نشوف تقدر تضغط شوف تلك الحركة هذه هذه ما تجعل الجهزة الجريدة شوف الحركة اللي يطلع على الغواس اللي في الجنب يعني مثلا أضغط وترك إيدك هذه هذه الحركة هذه الحين ما تجي في الإيفون الجديد أوهو 3 Touch الجهاز يدري قوة الضغط عندك هنا في الجهاز الجديد لا بس تلمس سيطلع لك خير لا يوجد قوة الضغط موقفين القطعة مثل هنا للإيفون 7 بلاص على نسخة iOS 12 ف3 Touch أقال فيه مثل ما نشوف نقدر نترك إيدنا في أي وقت يعني نقدر نضغط نتراجع هنا نشوف لو نقرب هنا هنا نشوف اللقوس اللي يجي على الجهاز نقدر نترك إيدنا فهذا المشكلة الجديدة حين اتضحت أنها بلاصة مرجعت الـ 3D Touch لا تقدر تقوم بها في الإيفونات صح أبل اضبطتها اضبطت لدرجة أنك توقع أن هذه الحركة حركة 3D Touch لكن للا الآن ثريت تشقال القطعة فأماكن مثل لو تفتح الكيبورد مثل ما نن نفتح الكيبورد موجود 3D Touch هنا لو نفتح مثلا الواتساب نقدر مثلاً نضغط موجود 3D Touch عمق الضغط موجود يحس انك تضغط بقوة ولا ما تضغط بقوة تقدر تتراجع هذا ميزة 3D Touch انك تتراجع فأما الحركة الجديدة في iOS 13 اللي حطوها برا هنا ما عندك خيار تراجع فهذه مشكلة وهذه الدليل ان قبل الصمرات جعت لكن اضبطتها لمرحلة باقي بس التراجع بعدين خلاص يصير هذا 3D Touch لدرجة ان انا استخدمت 3D Touch من iOS 6S 6S 7 8 أي 8 لا ما شغلت ال 8 8 10 10 وعندما ان ال 6S وان طالع كل السنوات يستخدمت 3D Touch انا نقص علي اكتشفت انها ترتاج فضبطتها لمرحلة بس باقي باقي انك تتراجع وخلاص لكن انتظر ان في النسخة الثانية برضو ما بيتتتتتتتتت طلعت لي شاعات اصلا في النسخة الأولى انا قلوا الابل راح ترجع الاثريتاتش في الاس 13 النسخة الثانية وحين يقولون رجعوها ولطلعت الاسف ما رجعوها فان شاء الله النسخة الجاية يرجعونها طبعا يمكن يرجعونها يمكن بس يخلونا التراجع بس خلاص يعتبر هذا رجعو حتى وانا ما تشتغل القطعة فانشوف قدام بس هذا اللي كنت حابة بوريكم وعلمكم ففي نهاية الفيديو تنسون اشتراك في الغناه ونشر المقطاع وعمل ليك المقطاع وتعليقاتكم تحت تهمني والسلام عليكم اشتركوا في القناة